اصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم عدد من القرارات شملت حل جميع مجالس الإدارات بشركات العاملة في قطاعات النفط والكهرباء والتعدين تم اصدر قرارات أخرى بإحفاء عدد من القيادات العليا في الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن بالبلاد بحث وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم عن ممثلي شركات النفط الصينية والهندية والماليزية العاملة في السودان سبل التعاون وتطوير العلاقات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة وأكد مدير شركة بيتروناس الماليزية التزام الشركة بتنفيذ كافة الالتزامات الخاصة بخاطة أنابيب البترون في مربعي ثلاثة وسبعة كما أكد ممثل الشركة الصينية سي ام بي سي تطلع شركة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين فيما عبر ممثل شركة او ان جي سي الهندية عن رغبتهم في تطوير العلاقات المشتركة التي تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في مجال إنتاج النفط والطاقة والتعدين اكد معتمد محلية بحري أحمد آدم محمد أن بنك الخليج فرع بحري يمثل إضافة نوعية للحركة الاقتصادية والتجارية بالمحلية وقال خلال افتتاح الفرع الجديد لبنك الخليج ببحري أن البنك يتميز بخدمات مصرفية ذكية ومبتكرة وأشر إلى أنه يعد الفرع السادسة لبنك الخليج بالبلاد ويعمل البنك على إضافة أربعة فرع جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة ويتميز بنك الخليج بتقديم خدمات مصرفية ذكية وذلك بالاستفادة من الحلول المصرفية المبتكرة التي توفرها اتقانه ومن جهته قال المدير العام لبنك الخليج علي عمر إبراهيم أن البنك ومن خلال اعتماده على الخدمات الذكية استحوذ على نسبة كبيرة من السوق المصرفية وأشار إلى أنه سيلعب دورا فعالا ومهما في الحياة الاقتصادية خلال الفترة القادمة سيما وأنه بصدد زيادة رأس ماله إلى ثلاث مليارات جنعيه الفرع هو الفرع رغم ستة من فروع بنك الخليج طبعا بنك الخليج زي ما عارفين هو بنك يعني وليد وعمره سنتين لكن بالرغم من ذلك استطعنا أن نفتتع أدد كبير من الفرور في ظرف هذه الفترة الوجيزة وعدد الفروع الآن فرع بحري هو الفرع السادس وهناك أربعة فرور سوف تفتح إن شاء الله في خلال الشهرين الغادمين إن شاء الله وفروع بنك الخليج هي كما ذكر السيد المحتمد هي فروع زكية يعني الفرع يتكون من سمانية موظفين المدير ومشرف العمليات ومشرف الفرع والبقية خمسة موظفين ثلاثة خدمات عملاء واثنين صرافين